رئاسة أركان الجيش الليبي تابعة لبرلمان تبرق شرق البلاد تصدر تعليمات لمراقبة الحقول النفطية والمياه الليبية حسب رئيس أركان الجيش الليبي عبد الرزاق الناظري السبب تعقب ناقلات تدخل المياه الإقليمية لشراء النفط دون إذن من الحكومة المؤقتة التي يتبعها وفي حال اقتراب ناقلة من الموانئ النفطية دون حصولها على هذا الإذن هدد الناظري باستهدافها على الفور بسلاح الجو الليبي حيتم تطبيق القانون عن طريق القوات المسلحة اليد التي تنفذ في القانون هي القوات المسلحة نحن قلنا في حال ما يأخذوش الإذن من المؤسسة الوطنية التابعة لمجلس النواب حيتم استهداف هذه البواخر من السلاح الجوي بالقوات المسلحة نظراً لإحتبروه ميليشيات أو تهريب الهدف من دخول الجيش الليبي على الخط في هذا الجانب يقول الناظري هو بالأساس حماية لحقول النفط والموانئ النفطية وليس لأغراض أخرى ما هي إلا حماية لحقول النفط والموانئ النفطية هذا سبب دخول الجيش وليس الاحتلال أو بديل عن المرتزقة أو السارقين الماريقين الأولين نحن حماية للموانئ النفطية هذه الخطوة التي قام بها الجيش الليبي يتابع لبرلمان تبرق تأتي على خلفية الإعلان عن اتفاق قبل أيام بين حكومة الوفاق وحرس المنشآت النفطية يقضي بفتح موانئ مغلقة واستئناف تصدير البترول منها وبالنسبة لغالبية إنتاج ليبيا النفطي يتم تصديره عبر أربعة موانئ شرق خليج سرت وسط الساحل الليبي وهي السدر راسلانوف البريغا والزويتنا إضافة إلى ميناءين نفطيين أخرين هما ميناء الحريقة في مدينة تبرق وميناء مليتا القريب من مدينة زوارة غرب البلاد موسيقى